كثيرة هي القنوات الفضائية التي انطلقت بعد احتلال العراق عام 2003 أصوات فيها الغثو والسمين وفيها من يحمل أجندة الغاز المحتل وفيها من يحمل هم وطنه وشعبه في العاشر من نيسان عام 2006 كانت انطلاقة قناة الرافدين الفضائية لتصبح الصوت الأعلى للشعب والمقاومة العراقية مع ما رفق تلك المرحلة من انتشار الميليشيات وتسلط الحكومات التي جاء بها المحتل تصدت قناة الرافدين للاحتلال الأمريكي ومن معه بكلمتها الصادقة وفضحها لكل مخططاته وجرائمه وكانت الصوت الهادر لبطولات العراقيين الذين وقفوا بوجه القوات الغازية فتعرض مكتبها ببغداد لانفجار بسيارة ملغمة إلا أن ذلك لم يمنعها من مواكبة الأحداث ونقل الحقائق أولا بأول في حين كانت الأصوات النشاز والأقلام المأجورة التي تدعي مساندتها للعراقيين تغض الطرف عن انتهاكات الحكومة لأسيما ما يجري من مآث يندى لها جبين الإنسانية بحق المعتقلين وفي الوقت الذي طبلت فيه قنوات السلطة للحكومات الفاسدة ولم تعمل بمهنية ولا حيادية فإن قناة الرافدين فتحت ملفات الفساد والظلم والاعتقالات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب العراقي على يد الحكومات المتعاقبة وميليشياتها في عام 2011 وكبت القناة ثورة الخامس والعشرين من شباط التي عمت تظاهراتها نحو خمس وخمسين مدينة عراقية ضد العملية السياسية وقواها الفاسدة ثم غطت تظاهرات واعتصامات المحافظات المنتفضة نهاية العام 2012 التي قمعها المالكي بالدبابات وما تلاها من الحرب الشعواء على هذه المحافظات بذريعة الحرب على قوى الإرهاب حتى أضحت محافظات منكوبة تعج بملايين النازحين والمهجرين في العراء ومعسكرات اللجوء كما أولت باهتمام بالغ في محتواها الإعلامي أخباراً وبرامجاً متواصلة لقضية المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قصراً في السجون والمعتقلات الحكومية ولما تخلت الكثير من وسائل الإعلام عما يجري لثوار تشرين من قتل وقمع لصوت الحرية كانت الرافدين الصوت المدوي لثورة تشرين في تقديم التغطية الكاملة لأحداث الثورة لحظة بلحظة اعتمدت الرافدين منذ انطلاقتها خطاباً وطنياً توحيدياً في زحمة خطابات أعلامية ذات نزعات طائفية وعرضت أهم القضايا العراقية التي لا يجرؤ الآخرون على طرحها